اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس نواب أن التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أساس العمل الوطني من خلال قدرة المملكة وبتكاتف والتعاون الجميع على تجاوز التحديات كافة بكل قوة وعزم ومضاعفة العمل والإنجاز وأضفت معاليها لدى تشرفها وعدد من كبار المسؤولين في الدولة بلقاء جلالة الملك المفدى أن ما تقوم به السلطة التشريعية وبالتعاون مع الحكومة الموقرة من جهود وطنية تصب في صالح خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق تطلعات الجميع ودعم منجزات المسيرة التنموية الشاملة وتعزيز النهج الديمقراطي ومبادئ وقيم حقوق الإنسان والتسامح والتعايش السلمي في دولة القانون والمؤسسات وأعربت معاليها عن بالغ الفخر والاعتزاز لما تحقق من إنجازات وطنية وخلق الفرص النوعية ومعالجة التحديات عبر رؤية وطنية توافقية تهدف لصالح حاضر ومستقبل البلاد من خلال الممارسات الدستورية والقانونية والحضارية تهدف لصالح حاضر ومعالجة تحديات 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 تحديات